أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتذبعين الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير المهم أصدقائي لا زال لا حديث إلا الحديث عن سيلاتورك أغلو وألب نفروز حيث اليوم الصحفي ديني سورال هو أيضا نزل السورال التي تم تسريبها البارحة على أساس ألب مع سيلاتورك أغلو في بودرون وقال الصحفي ديني سورال سيلاتورك أغلو وألب نفروز يقصد أنهم سويا والكل انتقد الصحفي وقال له نزل صورة حقيقية كيف يعقل لهدان الشخصان أن يجلسان في مساحة صغيرة في هذه الأوضاع مستحيل وأنها مجرد فوتوشوب وهذه الصورة أصدقائي تم تنزيلها كدليل على أن سيلة على علاقة مع ألب نفروز والغريب أن الفتاة التي اصربت هذه الصورة تبين على أنها تتابع شيفكات وشيفكات أيضا تتابعها يعني هذا ترويج واضح وليس حقيقة وكما قلت أن الصورة فوتوشوب والشخص الذي قام بالتقاط الصورة لسيلة ألب نفروز ووجدوهم معا في نظركم لماذا لم يلتقطوا صور كثيرة بوضعيات مختلفة ليتبسوا حقا أنه مع بعض يعني أصدقائي الصورة موفبركة مليون في المئة والمهم أصدقائي سواء كانوا مع بعض أو لا فواضح أننا أمام اللعبة لوكالات عمل من الممكن سيجمع ألب نفروز وسيلة تورك أغلو في المستقبل عمل وهذه الصورة فقط لإطارة الجدل والترويج ولا توجد علاقة بين ألب نفروز وسيلة تورك أغلو من غير علاقة عمل وإذا كان العكس صحيح ينتظروا أصحاب الشأن بنفسهم هم من يعلنوا عنها لأننا الآن أصبح الكل يبحث فقط عن مصلحته الخاصة وينشر الإشاعات المهم الأيام كفيلة لتتبذ لنا صحة الكلام والأهم من كل هذا هو أنه يجب أن ندعم سيلة تورك أغلو في كل الحالات ونحترم قراراتها وحياتها الشخصية هي حرة فيها المهمة هو أن تكون سعيدة والغريب أيضا أصدقائي لماذا؟ مجلة سران قام بحذف البوست الذي نزله على سيلة تورك أغلو البنفروز يعني هذا يثبت على أن الأخبار مزيفة كما أيضا أصدقائي الصحفية سيهام تعرضت للانتقادات بسبب بوست نزلته على حسابها الخاص أنستجرام وتقول فيه أظن الآن أنتم مدينون لي باعتدار رسمي عندما قلت يوم ما تظهر الحقيقة سأهان أو أكرم أينكم أيتها الشاعرات وأين كانوا الأشخاص الذين يقدمون لكم الأخبار بتوركيا؟ لم يخبروكم عن الصفر والعلاقة أنا امتنعت عن الإجابة على هذا الموضوع لأنني كنت متأكدة أن الحقيقة ستظهر وقريبا لم يعجبكم صراحتي وسبق وقلت أن الصدمة ستكون أكثر مما قلته إنها الحقيقة خليل لم يعود مع سيلة تورك أغلق وتم الإنفصال بالتراضي بين الطرفين والناتج عن الخلافات المتكررة والآن هي اختارت شخص جديد أريد فقط أن أرى وجه من كذبوني وأوهموا الناس بالعلاقة للأسف في يومنا هذا أصبح الصادق يكذب ويصدقون الكاذب خلاصة القول أنا أتمنى لهم أسعاد سواء مع بعض أم لا والأهم أعمالهم والبنات أنا جد متأسفة للمرة الثانية على صراحتي وأتمنى أن تتعافوا من هذا التعلق قريبا وأن لا تصدقوا من يستغلوا عقولكم البريئة كما قلت أصدقائي بسبب كل هذا الكلام الذي قالت هتعرضت للانتقادات وقالوا أنها تطالب باعتذار رسمي من الناس الذين كذبوها وتقول لا تسمحوا للناس أن تلعب بعقولكم البريئة وقالوا هي من المطالبة بالاعتذار من كل فتاة واحدة بواحدة لعبت هي بقلوبهم ومشاعرهم ولم تتوقف يعني عن كلامها منذ سنة وهي تقول السليهان مع بعض راحوا وذهبوا وكانوا وفعلوا وتركوا من غير السابق إنذار وعندما كذبها بدأ ينكشف وعندما تأكدت من أنه في بداية علاقة لسيلة وألب ظهرت فجأة تقول تطلقوا وبدأت تعتذر من كل فتاة قنعتها أنهم متزوجين وتركتهم يعيشون في الأوهام وهم واضح منفصلين منذ مدة طويلة وقالوا أيضا لم تقنعهم كيف يعقل سيلة تورك أغلو يوم الجمعة تطلقت ويوم السبت أعلنت علاقتها بألب نفروس حتى لو كانت خينة لن تفعل هذا وقالوا أيضا لا تبرئي نفسك أنت أكبر مدنبة لأنك كنت تتحدثين عنهم فقط للتراند وتحاولي أن تكسب مشاهدين في البت من خلال فانز أسيلها قالوا أيضا أنهم لم يروا أبدا يعني صحفي يطالب بالاعتدار كما قلت لكم أصدقاء العديد والعديد من الانتقادات تعرضت له وأنا بصراحة لا أعرف ماذا سأقول يعني في كل هذا الكلام أنني قبل يوم من إعلان الصحفية على أن سيلة يعني انفصلت بخليل قبل يوم فقط كانت تقول أنهم مع بعض وأنا كنت من أكبر الناس التي تصدق كلام هذه الصحفية المهم أصدقائي من كل هذا لا تتيروا الآن أجدل وواصلوا دعمكم لسيلة أغلو لأن الفانز الحقيقي يظل يدعم ممثله حتى النهاية ولا تصدقوا شيء حتى تظهر سيلة أغلو وتقول بنفسها أنها على علاقة بألب نفروز وفي هذه الحالة تصدقوا المهم أصدقائي إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو وإلى اللقاء ومعيدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة مع السلامة ترجمة نانسي قنقائي شكرا